سؤال ميستر بريرا للمباراة أهمية المباراة مباراة مصرية مباراة حاسمة إن شاء الله بإذن الله الفوس فيها يقرب زمالك من التعويل شايف المباراة دي ازاي خصون أول مباراة في القاهرة كانت أمام شبابه الازداد وإن احنا خسرناها بهدف نظيف أو هدف طبعا ضرب الجزاء غير صحيح وكده فإن شاء الله بإذن الله خلية المباراة دي شكرا للمشاهدة شكرا للمباراة أصدقاء للمباراةekt أراكما رحبد أكبر انا اشتركوا في القناة فورايد بن طالب لدعاء الجزائرية السؤال الموجه للسيد المدرب سيد فيليراء الزماني تخسر مقابلة الذهب بهذه المقابلة شي أربحت طارج تونسي بثلاثة مقابلة ذهب في القاهرة لقاء خمسة جميلة غدا لا يقبل القسم على اثنين كيف حضر السيد المدرب بهذه المواجهة لربما ستكون لا يقوم بصيرية ولكن تحتاج لربما ستكون لدعاء الجزائرية والمقابلة ذهب في القائرية والدفاع والمقابلة ذهب في الجزائرية كيف حضر السيد المواجهة بالذات لأننا ستكون لدعاء الجزائرية قبل ما يقبل القسم وشكرا ما ستكون لديك لغضت سميًّ علىبياء الجزائرين ولكن Top منض族 أن يتكون لدعاء الجزائرية kuin سي abonn Talent makers بعد إجليز يستطيع أنعم القانون السيد المادرين ستكون لديه البطءер nós fomos melhores durante grande parte do jogo acabámos por perder no lance de penalti mas já foi é história agora é diferente vamos estar cá outra vez para jogar como diz santa a nossa expectativa é positiva acredito muito na minha equipa e nos meus jogadores وزق جدا ومؤمن بلعبته بفريقه وأرى أن أعرف لعبته ومعرف الصعوبة المباراة ودرجة أهمية المباراة في الوقت الحالي سن نلعب على هدف واحد بس هو الفوز منتصر بفعل نريدة أخبار اليوم سؤالي مستر غيرينا إزاي شايف النهاردة في الغيابات مع نصر خبرة كبيرة زي شيكبالة وعمر جابر ومحمد عبد الشافي ومحكم الزينارة عبدالله جمع الغيابات دي مدى تأثير على الفريف المباراة يعني مهمة تحتاج لخبرات كبيرة جدا ونفس السؤال لكابتن الوينش يعني عودن أحمد إن شاء الله مدفع منتقد مصر وقيمة فنية كبيرة جدا في نادي الزمالك منتقد مصر إزاي شايف عودتك لمباراة مصرية أهم زي شيكب المزداد وبتتكلم على عائدتك أو أنت من العناس الخبرة الكبيرة في الفريق بتتكلم رسائلك لهم إيه قبل هذه المباراة الهم شكرا نادي الزمالك منتقد مستعمل المترجم للقناة هل هناك أخرين لعباء الآخرين معنا؟ لن تتركوز على المنزل معنا؟ أسف من قدرش طول الموسم يكون اللعبين متاحين دائما طول الوقت بس اللعبين الموجودين اللي شايفين الفاتحة الحالي يقدر يضمنوننا نحن ناوين عليه إن شاء الله أسفل لتو لدينا لا أفتار أفتاري سبب أفتاري سبب كونسقونا بالكواليداد بالنسبة للمشي الفوز الفوز يبقى تكون دائما زيتابع لكواليتي المباراة ودال لحندور عليه الكواليتي في المباراة نكون على مستوى تنفسي في المباراة نكون أكفاء وكفاري بس هل نقدر نكساب لأسفل 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 دائما اللعبين ولي عرفوا عن لعبة أنهم يدروا فعلا يوصلوا لنقطة السلام عليكم محمد يزيد جمعا مقالة البلاد سؤال للمتدرب طبعا كيف يعرف فارق شباب الأزداد هذا الفارق الذي قال عليه بعض المحللين في الكورة القلم طبعا أنه يعتبر من أحسن في المجموعة نظرا لسيطرته على ترجيه هنا بمراقب سجوليا رغم الهزيمة وفوزه على الزمالك هناك بمصر وربما كيف يرى الكواليتي هذا الفارق وخاصة أنه إذا هزم الزمالك راح تكون آخر مباراة إذا الحق شباب نزيد إلى تسع نقاط حيقصى مباشرة الزمالك المصري فتعتبر مباراة مصرية فتعتبر مباراة مصرية إذا أردت وانه تكون مستعدة وعلاقب سجولنا وعلينا يعني أنواع مقاطع outro تطور إذا أردت إذا أردت إذا أردت سيكونواهم فتعتبر مقاطع وعلينا وإذا أردت وعلاقب 2 و2 نحن يعلم هناك وجود آخر والإطلاق على سبيل الرجال لدينا 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 سننفذ عليه و نعم نعم نشتغل عليه. عرفيننا أكيد بنلعب فرقة قوية، بس في واقع أنها خسرت عبلي كده. وعشان كده المبارا مفتوحة لكل إحتمالات. نحن علينا أسلحتنا و علينا الخطة بتاعتنا. علينا الأمل بتاعنا. و في كل حاجة عندنا الصقة والتأكد من كواليتي لعبتنا. إنه حسابنا. لن يتفعل أسئل المملكة على أموات المستقبل. ونحن نرى أخرى من المملكة؟ لأن أبداً تبعض على أموات المياهية في الوقت المعبر. ونحن نرى أقوة. ونحن نستثمر إليه الثانية. إنه لنحن في المائف بشكل مكتب. وأنا نرى أيها اليوم. آقار النبي الثاني اليوم. المترجم للفاعة acab has improved. ترجمة نانسي قنقر 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 الفاضل ان هنا مصر التانية والجزائر لما بيروحوا هناك بتبقى بلدهم التانية. وشكرا لكل الناس اللي استابعونا استقبال كويس. سامونكم محمد قراشي من قناة النهار. اكيد هو قبل كل مباراة من هاد النوع بهاد من هاد الحجم في منافسة من حجم كسابة افريقيا. اكيد المدرب عنده خطاب للاعبين. لكن هناك امور تجري بين اللاعبين كمجموعة. انتم كلاعبين مدردكم لهاد المواجهة تشوفوها كمباراة نهائية مباراة مصرية منها مباراة مجرد مباراة في مجموعة لرابطات كاس اطلاف القائمة من منافس قوي وقادر يقول كلمة في المنافسة. هو في البداية احنا لما اتكلمنا ان احنا اول حاجة كنا لازم نقفل صفحة الدوري لان احنا كنا عندنا خسارة قبل ما نيجي في مطش في الدوري. فاول ما قفلنا الخسارة بعد المطش في يوم على طول. كان كلامنا كله ايجابة طبعا في المباراة اللي جاية وعارفين اهميتها. دايما كنا بنتكلم من المطش ده زي ما انت قلت مطش مصيري. علشان رقم واحد ان البطاط التأهل تبقى في ادينا ما نستمعش اي نتاج تانية زي السنين اللي فاتت. فبازن الله يكون قلبنا على قلب رجل واحد وان شاء الله نطلع بالمكسى بازن الله في المباراة. شكرا. سوى الاخر ولا نختمه. شكرا. شكرا. نحن نقوله نحن سعادة بتواجد سيد المدرب اكل حال. بالله والله التحيو يقوله نحن سعادة بتواجده بيننا هنا. اذا غدا سيد المدرب سيكون ستكون وجه الوجه مع سي كوكي. ما هي ماذا حذرتها. ها بنترجمه معلش. ها. ها بيجي موجه ماكو غلو. فقط سوى الموجه للعب والمدرب. مدرب. ها. مدرب. سيد المدرب. ها سعادة بتواجدك معنا مرحبا بيك. هذي واحدة. اثمين. تشكيلة الزمان. تشكيلة معروفة. منذ زمان. الان تظلم عدة العيبين والدوليين الكبار. هالي نفس تشكيل لعبة القاهرة. هالي نفس هالي متوجدة في الجزائي الحالين. باش تنافس غادم ان شاء الله امام شباب الوزاد. وشكرا. نوسيقى 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 لأن حصلت بعض التغيرات بسبب الكفاضة والصباح فهي أكثر فرقة كفء في الوقت الحالي وشكرا حارتك على اللفتة للذات اذا اخر سؤال ونخذ ما شاء الله محمد قوريشي نصور مشاكل قانونية متوبة لها هذا الشيء رح يكون عنده أثر سلبة الفارق شكرا نحن لسئلة بتبع في انطاق المباراة أو البطولة هذا ما نوجد على المباراة ولا البطولة مكان يعني رئيس الفارق هذا سؤال موجه فارقنا فيكم شكرا على الفارق شكرا على الفارق شكرا شكرا